لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد بهذه الطريقة تريد أن تعيد الحراك الشعبي الجزائي أنا أقول هاي لكم بكل وضوح العمل على استعادة عودة الحراك الشعبي نعم العمل على عودة الحراك الشعبي مجددا إلى الشارع بدون خطة وبدون تنظيم سياسي وبدون غطاء سياسي وبدون واجهات وبدون تمثيل حقيقي وبدون خريطة عمل وبدون أرضية واضحة ومطالب محددة هيا مجرد مغامرة يرادوا منها فقط إسالة دماء الجزائريين في الشوارع مش معنى أني ننتقد في شنغريحة وننتقد في تبون ونقول العصابة رجعت نروح ندز ولاد الناس ونقول لهم أروحوا أروحوا روحوا للشارع بالحراك جيبوا حقكم تخرجهم هكذا فقط هكذا روحوا للشارع هكذا فقط ليقولكم بهذا المنطق فقط لأنه يريد أن تسيل الدماء يريد أن تستمر الأزمة فقط من أجل أن يبقى عايش على حسابها وعايش على ظهرها لا الحراك الشعبي مهم ورقة ضغط ويحتاجوه في هذه المرحلة لأن هناك انفلات كبير وهناك انقلاب على المسار وهناك أيضا مخططات جهنمية لعودة العصابة تحتاج إلى الحراكة ولكن ليس بهذه الطريقة كل واحد حال الفايسبوك انتعوا حال تويتر انتعوا يقول لهم يا الشعب الجزائري أروحوا الحراك الشعبي يستنى فيكم لا من المفروض أنه الآن الواجهات السياسية وأنه خب في الداخل خاصة وبدعم من الجزائريين في الخارج لأنه أنا بالنسبة لي لا فرق جزائري عايش في الداخل ولا في الخارج سيكيثكيل كلهم جزائريين ولكن الموجود في الداخل هو أقرب الناس لمعرفة الواقع أقرب الناس إلى الإذاء قد يؤذى أقرب الناس إلى نبض الشارع والجزائري هكتعرف دائما عنده عقدة هذه كل شيء بالخارج يجي غالط وهذه العقدة خدمة الرؤساء والنظام خدمة أكثر مما يتصورها بدل أنت أيها الجزائري تقضي وقتك تجي تسبب بنيانا يروح دافع على حقوقك المهضومة وبلادك اللي رايحة الهاوية أنا راني ننتقد بش بش نعاون فيك المهم إذن إخواني الكرام أن الذين يدعون إلى الحراك الشعبي بدون خطة عمل وبدون أرضية هي دعوة للفوضى الجزائريون اللي يسمعوا فيه لا تصدقوا هذه الدعوات ها هي للخطة كيف إذا أراد هؤلاء أن يكونوا ورقة ضغط يلتقوا على مائدة واحدة بمختلف الطيارات ما يلتقوا ليش عصبة وحدهم وعصابة هناك وحاجة أخرى في بلاسه يلتقوا كل واحد عندهم أرضي وكل واحد يحب يتزعب لا الوجوه المعروفة الوجوه المناظرة سياسيا وخاصة الناس اللي عندهم تشكيلات سياسية والناس الإعلاميين والناس اللي وجوه المعروفة واللديها حضور كلها تجتمع روحوا أسيدي الآن رنا في زمن كورونا أعملوا ندوة موسعة خلال هذا الشهر للجزائريين يلتقوا فيها الكثير من النخب بمختلف الطيارات على الزوم أسيدي افتراضية ويناقشوا إيجاد خطة عمل وأرضية وميثاق يوضع ميثاق لعودة الحراك الشعبي إلى الشارع ها هو كيفش لازم يكون ها هي المطالب ها هي خطة العمل ها هو ماذا يراد هذا بعد كي تكون هذه الأمر مقنع فهو أما أنه كل واحد قاعد في داره كل واحد يراهه كما هكذا يشوف يتابعه فيها مثلاً عدد كبير على اليوتيوب ولا الفايسبوك خلاص حط نفسه باللي راه زعيم القوم وأن هؤلاء راه مجرد جنود عندهم في ثكنة كي يقولهم يلا أخرجوا هل للخمسين الف ولا الستين الف اللي يتابعوا فيه ولا المئة الف اللي يتابعوا فيه راههم غدوا يروحوا للشوارع ماهوش هذا في رأيي ماهوش هذا منطق أنا راني نتكلم لكم كمحلل كمحلل سياسي واستراتيجي لهذا الشأن بالطريقة هذه إذا كان تريد أن تعود إلى الحراك الشعبي بنفس البضاعة التي أفلست عندك في الماضي هذه في هذه الحالة راك راك تبحث عن الانتحار ما عندك استراتيجيا لا تريد النجاح تريد فقط أن الجزائر تظل في أزمة لتحقق مقاصدك ولتحقق أهدافك والله يا أيها الجزائريون هذه الحقيقة ولا أزايد عليكم لكن إذا كان أنا أيها الجزائريون خرجت للشارع قبل وأسقطت نظام بوتفريق وبدعم من المؤسسة العسكرية وبدعم من الأجهزة هذه الحقيقة اللي نجم تفهمها وهذا من الناس المناظرين الآن يتكلموا عودة الحراك ويقول لك لا أره خرجوا في فيفري خرجوا الملايين عزيزي في فيفري الملايين كانت مدعومة من طرف أجهزة كانت تناهض نظام بوتفريق كانت مدعومة من الجيش ما تجي تقولي أنه الشعب حرر القيد صالح أول عجيبة لما يقولوني أنه الشعب حرر القيد صالح حرر المؤسسة العسكرية أوكي هاي المؤسسة العسكرية الآن في يد دخل نزاره توفيق هاي يروحوا حرره يعني ذركها هذه الدعوة تدعو للناس للخروج للشرع باشي حرر المؤسسة العسكرية والله لا أدري هل هذه سخفات هل هذا جهل هل هذا غباء لا أدري ما هو أنا حقيقة لا أدري ما هو السياسيين أعطوني سياسيين جزائريين نلتقوا يا أخوان لا شيء يسعد النظام الجزائري إلا عندما مثل ما يكون يشوف الجزائريين لا يلتقون على مائدة واحد ولا شيء يسعد النظام الجزائري مثل ما يشوف الجزائريين يوكلوا في بعضها ولا شيء يسعد النظام الجزائري مثل ما أن يشوف دعوات إلى الحراك ببضاعة قديمة أفلست وانتهى ودفنة حتى مع القيصر روحوا شوفوا جربوا التقوا روحوا جربوا روحوا أخلقوا أرضية أنا شخصيا أدعو إلى هذا اللقاء أدعو إلى قبل دعوة إلى الحراك ضعوا استراتيجية وهذه استراتيجية تكون معلنة فيها مطالب من النظام فيها واضحة ها هي المطالب ها هي كذا كذا ها هي وهذه المطالب وهذه الأرضية توجه إلى المؤسسة العسكرية توجه إلى رئاسة الجمهورية توجه إلى رئاسة الحكومة توجه إلى كل الأطراب وتوجه إلى الطبقة السياسية وتوجه إلى كذا لما يقول الحراك الشعبي هذه المطالب باسم الحراك ما شو كل واحد صفحته في الفيسبوك يشوف فيها هي الحراك الشعبي واحد عنده مليون يتابعوا فيه على الفيسبوك خلاص بالنسبة له هو الحراك الشعبي هو صاحب القرار في مصير الحراك الشعب راك تتوهم راك تتوهم إذا تريد حقيقة الدولة حدث فيها انحراف كبير حدث فيها انحراف كبير ومن المحتمل مزال يخرج آخر وراهي السلطة تتوجه إلى مخطط العفو الشامل حابين يعفوا عليك جماعة الفيس مساكن ذوك اللي كاي الناس هم في رومباز من ثلين وتسعين وثلاثة وتسعين راهوا كلهم السرطان وكلتهم الأمراض وكلتهم كل شيء يعفوا عليهم يا يخرجوا روحوا لدياركم لدياركم وفي نفس الوقت يخرجوا فيهم بعض الأشخاص حابين يخرجوهم محكم عليه ممكن جدا ينجؤوا لهم بعض الأشخاص واو كائن اللي ما يحتاجوهم اشتهنوا منهم انت ما هو مشروعك مشروعك هو إسقاط النظام ما هو البديل البديل لازم تكون أرضية معينة لازم يكون ميثاق فيه حتى جانب شرفي يتعهد به الجميع وكي يكون ناس تتكلم باسم الحراك ها هي ضوابط وعندما تتكلم باسمك الشخصي ربي يسهل عليك عبدالله بن عبروق يتكلم في دفاتح فيسبوك ويتكلم ويعطي وجهة نظري يقول هذا لا يمثلني كشخص هذه وجهة نظري ولكن عندما يتكلم باسم جبهة الحراك وأن جبهة التغيير في الجزائر هذا شأن آخر كاين التزامات معينة لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله